نشرب بمقاها نضغط ضط الايدادات نضغط التطبيقات نضغط التطبيقات نضغط اليقاف الايجبار نضغط الموافقة نضغط mine مكان التخزين بعدها سوف نضغط على مسح تخزين المؤقت ثم سوف نقوم بإيقاف وتشغيل هاتف خاص بكم بعدها سوف نذهب إلى متجر جوجل ثم سوف نبحث هنا عن السياج خاص بكم سوف يظهر لنا على هذا الشكل بعدها سوف وعندما تجدون هنا تحديث قم بتغطي عليه وسيتم تحديث تطبيقكم السياج وهكذا نكون وقد قمنا بحل المشكلة أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله ولا تنسوا الضغطة لزال لايك والاشتراك في القناة